انت تعبتيني بقى انا هريح الفقرة دي معيك العرافة وشيخ العرافين يا ملعبي على فكرة بجد؟ يلا بينا يلا اهلا اهلا يا استاذ سوني اهلا بيك احبا طمنك ان اللبنان ان شاء الله رح ترجع بس عايز اقولك انك روحت كل البلاد العربية واشتغلت مش الله مش الله بس لازم تقبط بالدولار لازم بالدولار ليه مش بالعملة بتاعتنا عادي انا عمريحة اه والله ما فكرتش في الموضوع ده يعني انت بتقول للناس كلها انك بتقبط بالدولار عادي الناس عارفة لا اه طبعا لانه لا احنا مش عارفين لانه الناس بالمبدأ انه العملة اللي بيتعاملوا فيها خارج البلاد هي الدولار كعملة موحدة يعني بس مش اكتر طيب يعني خلص هو الرجل اعترف انه هو بيبط او بتقبط بالدولار وتطلب لازم انك تاخد اجرك بالدولار بتحب العملة الصعبة لا لا بس علشان ما انا اخدش في علشان ما انا اخدش في الجينيه ونكسر لاني انا الجينيه مقدرش اصرف بالجينيه ببيروت يعني انه نحن ببيروت ممقدرش نصرف بالجينيه يام نصرف باللبناني يام نصرف بالدولار يعني نحن بنتعامل بالدولار ببيروت عادي كأنه عاملة الاساسية فلها السبب انه منحس الدولار انه هو العملة الثانية بلبنان مشان كده بس ولقيينه نحن لاش دلوقت خلاص هو بقى فيه هو بقى فيه ولا دلار ولا ليرة حطيناهم باللبنوك اخدوهم ايه يا شيخ العرفين حطتلك منوم ولا ايه ايه والسستوري ايوة وحش الشاشة معاك الله يخليك شيخ العرفين اهلم شيخ العرفين بقولك ايه قول عملت حلقة في لبنان عن صناعة الكمامات فاكرها المسكات فاكرها قلت فيها ان المسكات او الكمامات فيها دودة بتضر بالجهاز التنفسي حصل ولا محصلش اه تذكرت اه بعض الكمامات طيب عملت ازمة عم توني بسبب الموضوع ده تقدر تقولي السبب الحقيق ولا قولك انا لا انت متقولش انك مش عارف اكيد لا انا عارف انا هقولك انا انا اللي هقولك لانه نحنا لانه نحنا ضبطنا اه كان في حاجة معمولة اه يعني اه فيك كان فيه كمامات عم تنزل فيك عم تنعمل بمواصفات اه لا طبية ولا سلامة اه متوفرة فيها شروط السلامة وكان فيه كان فيه مشاكل في هذا الموضوع وكان فيه فيديو نازل اه بيقول كمان انه بعض الكمامات فيها دودة فنحنا عملنا عن الموضوع ده واكدنا انه الكمامات ما فيها جدودة يعني ما كنتش عايز تضرب رجل اعمال او شركة رجل اعمال وشركة ايه رجل اعمال او شركة هي اللي كانت بتصنع الكمامات دي انا معرفش المعلومة دي قالت لك ان الوضع مختلف مع شيخ العرافين والعرافة اه بس المعلومة يعني رجل اعمال بيصنع كمامات ايوا انا حد علمي انه في رجل اعمال بيصنع كمامات يعني ليه؟ ام المين اللي بيصنع البيزنس بالاول كان مستورد يعني لما بلشنا في الحادات دي كان مستورد او بيستورد يا سيدي اه ما هو الرجل اللي اعمال برضو هو اللي بيستورد اعملوهم صارت الست البيت تعملهم في البيت اخر فترة يعني ما تخلينا في اللي احنا فيه لازم تحوط بي لا لا انا بعم طب رضع عشان العرافين انا ده المعروف عني من الاخر ده المعروف عني انك انت تحب تشعر لا 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 بالفن ولا بالسياسة ولا بشغلي قدر حدا مرة من الايام يقول توني خليفة قابض ليرة او دولار واحد او جنيه واحد واحد ليعمل ليعمل فبركة او ليسوق لحد او ليضرب حد دي دي معروف هو قالك ما قالش انت بقابض بيقولك انك انت بتحارب يعني بينك وبينه خصومة لا 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 رجل اعمال بينك وبينه خصومة ما فيش رجل اعمال بيني وبينه خصومة اصلا ما فيش لا 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 اذا عندك اسم اقول خلاص يا عم توني كان الله بالسر علي حديلك كمامتين من دول جربهم